بالصرف على التكنولوجيا الحديثة لمراقبة الأرض من السماء لدرون وغيرها بيرقدارها وغير بيرقدارها يعني وأنا اتطرقت معك على مسألة جبال حمرين كونها جبال جرداء ليست غابات حتى صعوبة البحث عن عناصر داعش ببياناته كونها أشجار تعليقك سيد سربد شوف أستاذ يعني أستاذ عصام أيضا كلاما جدا منطقي ما دام المحاصصة موجودة في المؤسسة الأمنية العراقية هل سخنتك السياسة يعني إن شاء الله النارهم تاكل حطبهم لكنه ما دام المحاصصة موجودة بالقيادات الأمنية والمنظومات الأمنية والله العظيم عدنا مشكلة كبيرة في هذا الموضوع اليوم أنا من أخلي بله هسا وزير الدفاع ووزير الداخلية بسيطة سواها السنة واحد شيعي لكن من تنزل إلى مستوى المديريات هي هاي الكارثة هاي المديرية فارغة لأن ماكو مدير شيعي هاي بيها مدير كردي هذا رئيس أركان لازم فلان طائفة وهذا والله العظيم تشعر بالخجل خاصة إحنا ولد المؤسسة عسكرية القدمة أشعر بالخجل من واحد يقول لي هامو هذا قائد الفرقة إذا قائد الفرقة شيعي لازم رئيس أركان سني أو لازم يرجع معاون قائد فرقة شيعي مثلا والله هي لهذه الدرجة التقسيمات وإن كانت غير صحيحة أتمنى أن يطلعون ويقولون لا هاي التقسيمات غير صحيحة طبعا هي مو كتابيا بالمناسبة بالمناسبة براين هم يقدرون ينكرون هذا الكلام يقول لا هذا مو كتابيا هم كل الضباط خير وبركة لكن هاي المسميات بيناتهم عيب يا جماعة عيب بالمؤسسة الأمنية ما يجوز ما يجوز ما ترهم نهائيا الضابط الكفوق أجي أخليه بفلام مكان زين هذه نقطة ما حبتنا لهم يعني أنا من ما حبتي أتكلم بالمناسبة لا أقولهم هذه السالفة بعدوها يا جماعة سالفة أمن وسالفة أرواح مواطنية باختصار لو سباح السيد السرمد نعم لذلك الموضوع المهم أنا يعني أناشد شو البرلمان شوف المال عنده صلاحية يا جماعة خلصونا من قصة الحفار على السماء العراقية بالمناسبة احتمال باتشار إيران تقصف موقع الحرس الثوري إيراني يقول باتشار راح نقصف يعني عليني هم من البحة قالوا وقالوا راح ننتقم وما راح يقصفون أربيل مو للشمال يقولوا بغير مكان مو مو ضمن أقريم بعد ما عرفش راح يقصفون باتشار أنا أشكرك جزيلا شكر سيد السرمد البيات نعم هذه ختمة الحوار سيد السرمد شكرا على هذه الختمة قصف راح يجيناها بات